طيب مشاهدين الكرام مصاو الخير لم يخفي الامريكي والاسرائي يوما اهدافه الواضحة من عدوانه على سوريا عبر ادواته التكفيرية ومموليها من مشيخات النفط والغاز فمنذ بداية الحرب اعلن البنتاجون انه اذا اراد سوريا ان يعود الاستقرار اليها فلابد ان تفك تحالفها مع حزب الله وايران وتحالفات سوريا تقوم على مبادئ سياساتها الخارجية الداعم لحركات المقاومة والتحرر في العالم فكيف اذا كان الامر يتعلق بفلسطين والقدس والجولان ما من شك ان الانظار تتجه الان الى جنيف والى الحل السياسي الذي لم تمل الحكومة السورية من القول انه هو المخرج الوحيد للسوريين اما المتورطون في الحرب على سوريا فان مأزقهم اكبر فهم لازالوا يضعون شروطا للعرقلة ووصفها لافروف بغير القابلة للتحقيق يؤكد احد خبراء الامم المتحدة ان معظم المقاتلين في سوريا ابعد ما يكونون عن الديمقراطية ليأتي بعده تصريح لمسؤول قرغزي يتحدث عن مواطنية الذي تم الزج بهم في الحرب على سوريا وتتوال اعترافات الاوروبيين والمسؤولين في العالم عن قوات الغزو متعددة الجنسيات الموجودة في سوريا لتقتل بلد التعايش والمحبة والتسامح لكن يبقى الشعب السوري هو الوحيد صاحب الحق في تقرير مستقبله ونظامه السياسي وقيادته اما من يضع الشروط المسبقة فانه يدرك تماما انه تابع والتابع لا يمكن ان يصبح سيدا ومستقلا ومكافحة الارهاب ستستمر حتى تنظيف كل شبر من ارض هذا الوطن الغالي ترجمة نانسي قنقر